اشتركوا في القناة الذي عمل ويعمل المستحيل في سبيل تقديم المساعدة لضحايا العنف الجنسي ويكون صوتا لأولئك النساء اللواتي تعرضنا للعنف الجنسي اليوم أود أن أتكلم من سميم قلبي لأشارك معكم كيف أن مسيرة حياتي وحياة المجتمع الإيزيدي برمته تغيرت بسبب هذه الإبادة وكيف حاول داعش انهاء وجود مكون من مكونات العراق عن طريق سبيل النساء وقتل الرجال وتدمير المزارات ودور العبادة اليوم هو يوم خاص بالنسبة لي أنه اليوم الذي انتصر فيه الخير على الشر اليوم الذي انتصر فيه الإنسانية على الإرهاب أنه اليوم الذي انتصر فيه النساء والأطفال اللواتي عانينا من الاضطهاد على مرتكبي الجرائم أأمل أن يمثل اليوم بداية حقبة جديدة عندما يكون السلام أولوية ويمكن للعالم بشكل جماعي أن يبدأ في رسم خارطة طريق جديدة لحماية النساء والأطفال والأقليات من الاضطهاد لا سيما بحايا العنف الجنسي عشت طفولتي كفتى قروية في قرية كوشو في جنوب بلدة سنجار لم يكن لدي معرفة عن شيء اسمه جائزة نوبل للسلام لم أكن أعلم شيئا عن الصراعات والقتل الذي يحدث في عالمنا كل يوم لم أكن أعلم أن البشر يستطيع أن يرتكب هكذا جرائم بشعة ضد بعضه البعض ككلفة صغيرة كنت أحلم بأن أنهي دراستي الثانوية وكان حلمي الأكبر أن يصبح لدي صالون للميكاب في قريتنا وأن أعيش بالقرب من عائلتي في السنجار لكن هذا الحلم أصبح بمثابة كابوس وحدث ما لم أكن أتوقعه يوما حدثت الإبادة وكنتيجة لهذه الإبادة فقدت أمي وفقدت ستة من أشقائي وفقدت بنات أشقائي الاثنين حيث أن كل عائلة إيزدية لها قصة مماثلة وأكثر بشعة بسبب هذه الإبادة نعم حياتنا تغيرت بين ليلة وضحاها بشكل يزعب علينا استعابه كيف أن كل عائلة إيزدية تفرقت عن بعضها البعض كيف أن النسيج الاجتماعي لمجتمع مسالم قد تمزق كيف أن مجتمع كامل كان يحمل رأية السلام ويحب ثقافة التسامح أصبحوا وقوداً لحرب كانوا في غنى عنها خلال تاريخنا تعرضنا إلى الكثير من الحملات الإبادة الجماعية بسبب معتقداتنا وديانتنا وكنتيجة لهذه الإبادة لم يبقى في تركيا سوى أعداد قليلة من الإيزدين أما في سوريا فقد كان عدد الإيزدين حوالي ثمانين ألف أما اليوم فعددهم لا يتجاوز خمست آلاف شخص والإيزديون في العراق يواجهون نفس المسير عددهم في تناقص كبير وأن هدف داعش بمحو هذه الديانة سوف يتحقق إذ لم يتم توفير الحماية لهم وهكذا هو الحال بالنسبة للأقليات الضعيفة الأخرى في العراق والسوريا بعد فشل حكومة العراق وحكومة كردستان العراق في حمايتنا فشل المجتمع الدولي في إنقاذنا من داعش ومنع وقوع هذه الإبادة ضدنا وقف مكتوف الإيزي يتفرج على إبادة مجتمع كامل دون أي حراك منازلنا عوائلنا وتقاليدنا شعبنا وأحلامنا كرامتنا كلها تدمرت بعد الإبادة حصلنا على تعاطف دولي ومحلي واعترفت العديد من الدول بهذه الإبادة ولكن الإبادة لم تنتهي بعد التهديد بالفناء لا يزال مستمر حال الإيزدين لم يتغير في سجون داعش لم يتم خروجهم من المخيمات لم يتم بناء ما دمره داعش لحد الآن لم يتم حاسبة مرتكبي الجرائم الذين قادوا هذه الإبادة ضدنا لا أريد تعاطفا أكثر أريد ترجمة هذه العاطفة إلى عمل على أرض الواقع إذا كان المجتمع الدولي جادا في تقديم المساعدة لذحايا هذه الإبادة وإن أردنا أن يعودوا الإيزدين إلى مناطقهم من مخيمات النزوح ومنحهم الثقة مرة أخرى فعلى المجتمع الدولي توفير حماية للإيزدين وتحت إشراف الأمم المتحدة بدون هذه الحماية الدولية ليس هناك أي ضمان بأنه سوف لن نتعرض إلى إبادة أخرى ومن مجامع إرهابية أخرى كما أن المجتمع الدولي يجب أن يكون ملتزما أكثر في توفير فرص اللجوء والهجرة لأولئك الذين أصبحوا ضحايا لهذه الإبادة اليوم هو يوم خاص لجميع العراقيين ليس فقط لكون أول عراقية تتم تدويجها بجائزة نوبل للسلام بل لأنه اليوم الذي نحتفل فيه بنسر تحرير الأراضي العراقية من تنظيم داعش الإرهابي حيث أن العراقيون من الجنوب إلى الشمال توحدوا وخاضوا معركة طويلة نيابة عن العالم كلها ضد هذا التنظيم الإرهابي المتطر وحدة العراقيين في مواجهة داعش وأفكاره أصبح قوة لنا جميعا ومعا استطعنا أن نفضح جرائمهم ويجب أن نتوحد معا ونعمل معا لمحاسبة داعش والذين رحبوا وساعدوا وانضموا لداعش للسيطرة على مناطق كثيرة في العراق يجب أن لا يكون هناك مكان للإرهاب وأفكاره في العراق ما بعد داعش يجب أن نكون يدا واحدة في بناء بلدنا يجب أن نساهم معا في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع مكونات العراق ينبغي علينا أن نتذكر كل يوم كيف أن تنظيم داعش ومن يحمل أفكاره هاجم الإيزدين بوحشية في عام 2014 بهدف إنهاء وجود أحد المكونات الأصلية في المجتمع العراقي داعش ارتكب هذه الجريمة هذه الإبادة بحقنا فقط لكوننا إيزديين نمتلك معتقد وعادات مختلفة لا تؤمن بقتل الآخر والسبيهي واستعبادي في القرن الحادي والعشرون وفي عصر العولمة وحقوق الإنسان أكثر من ستة آلاف وخمسمائة طفل وإمرأة إيزدية أصبحوا سبايا وتعرضوا للبيع والشراء والعنف الجنسي والنفسي ورغم مناشداتنا اليومية منذ عام 2014 إلا أنه لا زال مسير أكثر من ثلاثة آلاف من النساء والأطفال الإيزديات مجهولا في قبضة هنديم داعش فتيات بعمر الزهور يتم بيعهم وشراءهم والسبيهم وأختصابهم هل يعقل أن لا يتحرك شعره من ضمير قادة 195 دولة حول العالم في العمل على تحرير هؤلاء الفتيات ماذا لو أنهم كانوا صفقة تجارية أو حق النفط أو شحنة أسلحة أكيد كنا نرى بأن الجهود سوف تكون مضاعفة من أجل تحريره في كل يوم أسمع قصص مأساوية تدمع لها العين مئات الآلاف بل الملائين من النساء والأطفال حول العالم يعانون من الاضطهاد والعنف في كل يوم أسمع صرخات الأطفال في العراق والسوريا واليمن في كل يوم نرى المئات من النساء والأطفال في أفريقيا والدول الأخرى يسبحون مشاريعا للقتل ووقودا للحروب دون أن يتحرك أحد في مساعدتهم أو محاسبة من يرتكب هذه الجرائم بحقهم منذ حوالي أربع سنوات أسول وأجول حول العالم وأحكي قصتي وقصة مجتمعي والمجتمعات الذعيفة الأخرى حول العالم دون تحقيق جزء بسيط من العدالة ودون محاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات الإيزيديات وغيرهم إذا لم تتحقق العدالة فحتما سوف تتكرر هذه الإبادة ضدنا وضد المجتمعات الذعيفة الأخرى العدالة هي السبيل الوحيد في تحقيق السلام والتعايش بين مختلف المكونات إن أردنا عدم تكرار حالات الاختصاب والسبي بحق النساء يجب علينا أن نقوم بمحاسبة الأشخاص الذين اتخذوا من العنف الجنسي سلاحاً لارتكاب الجرائم ضد النساء والفتيات أشكركم جداً على شرف هذا التكريم لكن حقيقةً ليس هناك أي جائزة في العالم يمكن أن تعيد لنا كرامتنا سوى تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين ليس هناك أي تكريم ليس هناك أي تكريم يمكن أن يعوض لنا أهلنا وأحبتنا الذين قاتلوا وسبوا بغير ذن فقد لكونهم إيزدين ليس هناك أي جائزة تستطيع أن تعيد لنا حياتنا البسيطة بين أهلنا وأصدقاؤنا غير تحقيق العدالة وحماية ما تبقى من مجتمعي في هذه الأيام نستذكر ذكرى السبعين لإتفاقية الأمم المتحدة لمنع وقوع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية مجتمعي يعيشوا تحت إبادة مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات المجتمع الدولي لم يمنع وقوع هذه الإبادة فقط بل فشل لحد الآن في وقف هذه الإبادة ضدنا وجلب مرتكبي الجرائم للعدالة هناك الكثير من المجتمعات الضعيفة الأخرى حول العالم يتعرضون إلى التطهير العرقي والتمييز وتغيير الهوية أمام أنظار المجتمع الدولي حماية الإيزدين وكافة المجتمعات الضعيفة الأخرى هي مسؤولية المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعانية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأقليات حماية حقوق المرأة والأطفال وخاصة النساء من العنف الجنسي في المناطق التي توجد فيها الصراعات وحروب داخلية لقد كان لي شرف المشاركة في مؤتمر فاريس للسلام هذا المؤتمر كانت ذكرى السنوية المئة لنهاية الحرب العالمية الأولى لكن كم إبادة وكم حروب حدثت منذ أن توقفت الحرب العالمية الأولى ذحايا الحروب والإبادة لا تعد ولا تحسن وخاصة الحروب الداخلية نحن كعالم ندين ونعترف بهذه الإبادات والحروب لكن نفشل في وضع حد لمنح حدوتها وتكرارها صحيح هناك الكثير من الصراعات والمشاكل في العالم ولكن هناك أيضا مبادرات وجهود كثيرة تجري لتحقيق العدالة ومساعدة الضحايا فلولا مبادرة ولاية بادن فودنبرغ والسيد كريشمان ومساعدتهم لما كنت قادرة اليوم على التمتع بالحرية ولم أكن قادرة على فضح جرائم داعش والتكلم عن حقيقة ما تعرض له الإيزدين لذلك أقول إن جميع الضحايا استحقون ملاذا آمنا لحين تحقيق العدالة لهم للتربية والتعليم دور أساسي في تنشئة المجتمعات المتحدر التي تؤمن بالتسامح والسلام لذلك علينا أن نستثمر في أطفالنا لأن الأطفال كورق بيضة نستطيع أن نعلمهم السلام والتسامح والتعائش المشترك بين المكونات بدلا من الكره والطائفية ويجب أيضا أن تكون المرأة هي مفتاح الحل لكثير من المشاكل ويجب أشراكها في عملية بناء السلام الدائم بين المجتمعات بسود ومشاركة المرأة يمكننا أحداث تغيرات جوهرية بين المجتمعات وفي العالم أنا فخورة بالإيزدين على قوتهم وصبرهم لقد تم استهداف مجتمعنا مرات عديدة لإنهاء وجودهم ومع ذلك فأننا نواصل الكفاح من أجل حقنا في الوجود يجسد المجتمع الإيزدي السلام والتسامح ويجب أن يكون مثالا للعالم في الختام دعوني أن أستثمر هذه الفرصة وأقول شكرا لكل شخص دعم رسالتي منذ يوم الأول شكرا لفريق عملي شكرا لرفيق باربي وسندي عابد الذي لم يتخلى عني يوما شكرا لكل الدول التي اعترفت بالإبادة الإيزدية وقدمت المساعدة للمجتمعات الضعيفة شكرا لكندا وأستراليا الذين أصبحوا ملاذا آمنة لذحاية إبادة الإيزدية شكرا للمملكة المتحدة على مساعدتهم ومبادرتهم في تشكيل فريق دولي للتحقيق في جرائم داعش شكرا لفرنسا والرئيس ماكرون على مواقفهم الإنسانية تجاه قضيتنا شكرا لكردستان العراق على مساعدتهم للنازحين منذ أربع سنوات شكرا لأمير الكويت وحكومة النرويج لمبادرتهم في عقد مؤتمر إعادة أعمار العراق شكرا للصديقة المحامية أمير كلوني وفريقها الذين يبذلون جهود كبيرة في محاسبة داعش شكرا لدولة يونان التي قدمت الكثير للاجئين فلنتوحد في مواجهة الظلم والاضطهاد ونرفع صوتنا سوي ونقول لا للعلم فيه نعم للسلام لا للاستعباد نعم للحرية لا للتمييز العنصري نعم للمساوى وحقوق الإنسان الجميع لا لاستغلال النساء والأطفال نعم لتوفير حياة حرة كريمة لهم لا لإفلات المجرمين من العقاب نعم لمحاسبة المجرمين والمرتكبين وتحقيق العدالة وشكرا لطيب استدافتكم وحسن استغنائكم ودمتم في سلام داعي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة